العلاج الرئيسي لاضطراب ADHD فرط النشاط ونقص الانتباه هو علاج يجب أن يجتمل على مجموعة جوانب جوانب العلاجية الدوائية تعتبر عند الكثيرين هي الخيار الأول الحقيقة بالنسبة للأطفال هي الخيار الثاني يجب أن يكون العلاج السلوكي وبالذات في تلك الحالات التي تكون تقاس وتظهر أنها بدرجة بسيطة أو بدرجة متوسطة يجب أن يكون العلاج السلوكي أولا ثم يبدأ العلاج الدوائي ثانيا والغالب أن يكون مزدوج بينهما أما فكرة أن يكون هناك علاج بديل فلا يوجد علاج بديل حقيقي إنما هناك علاج تكميلي بعض الأبحاث تكلمت عنه لم يثبت إلى اليوم رغم وجود أبحاث تؤيد استخدام بعض المكملات المكملات وليس البديلة المكملات الدوائية أو العلاجية لتحقق نوع من التحسن هذه موجودة في بعض الأبحاث ولكن إلى اليوم لم يثبت أن هناك علاجا بديلا للعلاج الدوائي أو العلاج السلوكي الذي هو أكثر ما يستخدم بالنسبة للأطفال ولذلك نؤكد أننا نحتاج في كثير من الأحيان للرجوع إلى مثلا المركز الوطني للطب البديل والتكميلي للتحقق من جودة ما يعترح في كثير من الأوقات المجتمع على أنه علاج بديل للعلاج السلوكي أو العلاج الدوائي لهذه الفئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر